السلام عليكم عزاء الطلبة المختبر سادس للماضي العلمي الأنسجة اللي هذا اليوم رح نحتي به على Lymphatic System مبدئين رح نحتي Overview of Lymphatic System Components of Lymphatic System رح نحتي على Malt رح نحتي على Pires Patch رح نحتي على Tonsils البلاعيم Lymph node العقد اللمفاوية Thymus والSipeline اللي هو الطحال رح نحتي أول شي Overview على Lymphatic System Lymphatic Vizels are found in all tissue except central nervous system bone marrow and tissue without blood vessels such as cartilage إذن Lymph Vizels الأوعية اللمفاوية موجودة في كل أنحاء الجسم باسم عداء الجهاز العصبي وال bone marrow نخال عظم ما بي يكون Lymphatic System وضافتها إلى أي جزء من الجسم ما بي Lymphatic Vizels مثل cartilage الطلاب هنا مثل هذه السلايد هذا هذا اللي تشركون هذا Lymphatic System موجودة في كل أنحاء الجسم أهذا فالشبكة من الأوعية موجودة في كل أنحاء الجسم هذا يسمونها Lymphatic Vizels ترى الطلاب هنا بعض البرازمة تخرج من البرازمة تخرج من البرازمة تخرج من البرازمة يدفع الدم يصبح الدم يصبح عملية التبادل يصبح خروج كل من خلج البرازمة تخرج من البرازمة تخرج من البرازمة تخرج من البرازمة التخرج من البرازمة يصبح يدفع درين البرزمة هذا يödحلously يدخل اول شي بالليمفاتيك اللي هي عقد اللينفاوية يفلترها بعدين يرجع للبلاد ساركوليشن يدخل للفين ويرجع للبلاد ساركوليشن شوف هنا 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 اكون شبكة من اوعية دموية شعرية صير بالرئتين هذا راح اصري بها ليكيج يعني ليكاوت سوف بلازما حتى ما شي يرات هنا راح يصعير بيسال بيسال عن طريخ لنفس الافيزل ضح الينف نود بعدين يرجع للبلاد ساركوليشن ذlot توس ball رايص لاثم voltage ت ho بال 맞아 التلائي بizing من دخل صار اللمفاتك بذل تقام يسمو لنف الطبع هذا الحركة مات اللنف مو مثل الدم الدم يضخ الدم ويرجع الطبع هذا اللنفه هذا ما يضخ الدم ويرجع طبعا الحركة اللنفه تكون عن طريق حركة الخلايا الاسكلتر مصد أعطيك الخلايا هيكلية لنفاتك سيستم اكتشوري هاز ماني فانكشنز هذا عدة وضائف اللمفاتك سيستم أولا من ثاني فلويد ليبلز نيور بدي كما قامت بطريقنا. اللمفاتك سيستم مأتسف يحتاج الافاتف ينفع من الواقع ويحتاج إزام على جسم صوائل وقوم بأس فقط اللمفاتك سيستم تتحرك كلما سيستم تحرك من الجسم هذا يحاول على توازن لنفاتك سيستم يساعدنا على توازن 질والاتي ويوجدوالاتي الذهاب من المنسجة والخلايا الزايد راح يروح للإنترستيشال فلوود يصير بيتصريف عن طريق اللمفاتيك فيزلز اوكي اذا هو اول ورية فعله هو الانترستيشال فلوود ابزور فات from the digestive tracts هذا ورية واحدة الموضائف اللمفاتيك يصدف من انتصاص اللمفاتيك من the digestive tracts نقم جزء من الفات في منم إنترستيشام فلوود يراجع الفات والفوروود يرجع الفات وفوروود الى البلد ستريم احسس 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 اليمفاتي هو عبارة عن جزء من الجهاز المناعي واحدة من الواقف المهمة لنفاتيك سيستما ويعتبر جزء من الجهاز المناعى يحرر لنا اليمفاتيك سيستما ويعتبر جزء من الجهاز المناعي يخزنه لنا والليمفوسايت وهو يعتبر ان الفائلات الهضمات تحتاجه من الجهاز المناعي هاي تدور على الفورن بديز وتقتله حتى تحمي جسم من الفورن انفيدرز ترانسفورت غير طبيعية خلصها عن طريق اللينف طبعا هاي طبعا كيدي ويخلص الجسم من الوست بروتكت والخلايا التعبانة غير طبيعية خلصها عن طريق اللينف هنا عندك الـ Components of lymphatic system هو اللينف هو عبارة عن اللينف هو شنو جاي جاي مين جاي جاي منه اكو اصار فدقليك يعني يطلع الفلازمة من الخلايا من التشيو يطلع الى المنترستيشي الفلوود المنترستيشي الفلوود يصير بي تصريف عن طريق الليفاتيك من يدخل هذا السائل الى اللينف يعني تسموه اللينف هنا ان الخلايا الثاني ليه للمفوسايت اللينفوسايت هي خلايا مناعية هي يكونها الليفاتيك سيستم هاي الليفاتيك سيستم هاي الليفاتيك فلزرددد شوفوه طلعا بكل انهاء الجسم اكون الليفاتيك فلزرددددددence هنا لنفاتك بزرس بها لنفاتك نوت اضافة لن تونسوز البلاعيم والسبلين الطحار والثائي ماسك اللي عندي سوف نعجيها ان شاء الله بالتفاصيل نحن تشيسة هنا اه على المالت المالت هو عبارة ان شو مختصر مع الميكوزة السابع مميكوزة سماع ميت هذا يكون منتشر على طول الميكوزة موجودة بالنفات كلها موجودة بها ميكوزة مع مخلوقت المياكى لأنها تحتوي على سكاترد منتشر على طول منتشر على طول طلاب المالت يتقسم إلى عدة أجزاء أو أصناف هي جات تسمى غات تسمى غات تسمى غات تسمى غات تسمى غات تسمى غات ، برونكيا بلت بلت بالنوز يسمو ناط وبالفاجينة يسمو بالت اذا احنا لا تنسون طلاب هذا عبارة الميكوزة عبارة عن لينفويد تشو موجودة منتشرة على طول الميكوزة في كل انحاء الجسم شوفنا طلاب هذا كولون شوفوا من الميكوزة وين اقعدنا بها ميكوزة هذا هي لينفويد تشو هاي شوني وظيفتها؟ وظيفتها هي تهاجم اي انفيدر غريب يدخل الى داخل الكولون هذا البالت اللي برونكيال اسويشة لينفويد تشو شوفون هسا هذل هنانا التيرمانو برونكيولز ننكر بس بالأخر برونكيولز هنانا الهيولار داكت هنا انا اشرح تلقين بالتيرمانو برونكيولز اكو بالت اللي هاد هم نوع من لينفويد تشو وهذا وظيفتها مهاجمة اي جسم غريب يدخل بالهواء الى داخل الجسم ويخلص الجسم من عنده شوفنا هنا القالت اللي هي قات اسوشياتد فويد تشو هذا المقطع من الإيسوفيقاس اللي المريء شوفنا هنا هم منتشر به موجود بالمالت اللي هو تمام هاد المالت هنان اه هم وظيفتها اي شي يدخل داخل اه واي الاكل للجسم راح يتخلص من عنده المالت اللي هو جزء من اللي هو عبارة عن او المالت كمارة جمعات من العقد اللمفاوية موجودة دائماً موجودة وين بالإليم الجزء من السمول انتستن شوفوا طلاب هنا هذا الإليم قلنا شبه بها التكرون قلنا بها العنق باللاي ومنتشرة بها الباير سبات قلنا شبه بها وظيفتها استياد انفيدر غريب يدخل الى السمول انتستن ويخلص الجسم من عنده نحن لحجة على التونسل هناك ثلاثة أنواع من التونسل اللي هي بلاتين تونسل بلاتين تونسل بلاتين تونسل بلاتين تونسل بلاتين تونسل الأن لحن نس按 الملاحظة بلاتين تونسل اسم لنا نفتح الحلقة نقوم بالتهاءاء لدى تونسل لم نرحضة التونسل اسم الكثير بعد حسنا sur ملف المانتظر التنصير عبره المانتظر التنصير شوف هاي التونسل هانا هاد مقطع اراضي من عندها شوفو هنونا هادا اه هي هاي التونسل هانا شي تكون دائما دارها مغلفة بالستراتفايت سكوامس ابا فيليو ومن تحتها على اللمف نود نشوفو هاي كلها اللمف نود شبيه هادا الكريبتس نانا الكريبتس هو هادا طبعا هادا هادا استراتفايت سكوامس نان كريتينيز غير متقرن ابا تيليم نان الكريبتس هادا يقول لك اثناء البكتيريال انفكشن مثل ستربتو او ستافلو كوكاس هاي نوع من البكتيريا لصيب التونسل الكريبتس هادا فولد وث نوتروفيلز يعني كون دائما هادا الكريبتس يعني مملي بالنيوتروفيل اللي هو يكمن مادة البس اللي هي القيح بالعربي القيح يسمون هاي باثناء الاتهابات هادا الكريبتس ينملي بالنيوتروفيلز يعني يعني ينملي بالقيح يصيد يعني هادا تونسل تكون بقيح ببس وبينيوتروفيلز هانا اكو هيميكابسول هادا هو هو باوند افدنس كونيكتف تيشو اكتنغ از كابسول يكون اقول لك هادا شنو اضيفت الهيميكابسول هو سپريتنغ ديلمفو تيشو عن سبجكس تركتشو هذا فنكشن باريير اغانست تو سبريد فنكشن ايز فروم تونسل اريا هذا دائما الكابسول هنانا هذا يكون فد باريير حتى يمنع انتشار البكتيريا او الفيروس اللي يصيب البلاعي الى بقية انحاء الجسم هذا الوظيفة مع الهيمي كابسول اا اا او فتنصر اذا رح نحن نحن عن لنف نود لنف نود هذا لنف نود حتى بصوفوكم يا شفنا هنا هاذا نشوفون هاذا اكو اقد هاي الاقد هاي سموها لنف نود هاي بلاد لنف بزلت تمام شنو بيها بيها داما 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 تصر تحت الابط بالربة اكو هاي اا اا بين الافخاد هاذا صير اا بها كمية كبيرة من الليف نود هاذا بالضبط هيا يفد اقد فون السيطرات يعني تفوت بيها للنف يسيد يعني يفلتر للنف وبعدين ياجع الى البلد ستريمز شوف هاذا الليف نود هاذا ستراكشور ماتة هاذا في مخطع عرضي رح يفوت هنانا الافرنت لفد يعني الاطاب للنف نود منها جاي اقو بيها لنف بزلز وبيهتاء داخلها لنف رح يدخل داخل الهنان رح يصر عامية الفلترة بهذا المكان بايدين يطلع يرجع الافرنت لنف بزلز يرجع مرتوح للنف والنف بزلز يصوب بالفين شنو يحتوي على كابسول هكو سب كابسولر ساينس هاذا شوفو هاذا سب كابسول هاذا طبقة الخارجية اللي يفوك تمام الطبقة الداخلية سمو سب كابسولر ساينس هاي اكو فد امتداد من الكابسول الى داخل الليف نود هاذا سمو ترابيكولا يلي midullary sinus انت اي mission اي 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 او Resource موسيقى موسيقى م buying shorter موسيقى 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 Thymocyte Produce Hormone Atrophies Structure and Function In-Mature T-cells Screened for Functional Capacity Stimulated to Proliferation Stimulated to Maturation In-Mature T-cells In-Mature T-cells In-Mature T-cells gua Berliner Fem société T-cells T solid T-cells 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 Telomocyte T نوع من نوع الخلايا المناعية نوع من نوع الخلايا المناعية اشتركوا في القناة هذا اكو فد فد حاجز بين اللوبولز يسمو انتر لوبولر كونكتف تشو يفصل بين لوب ولوب شوف هذا هم مقطع حقيقي اذا شوفون هسا هذا اللوب هذا الحفص من فصوص التايمس غلاند يحتوي شوف هذا الكورتكس هنا المدولة وهذا احتينا الهساس الكوربسكل اللي هي عمليات التبادل الدم رح يصير في هاي المنطق احنا بالهانس الكوربسكل السيبلين هو الطحال هو بلود رزيرفار فور اكسجين ريتش بلود فلتر البلاد ديسبوز ورن اوت ارتروسايت هذا يعني وضائف السيبلين هو فدمخزون الدم ينخزن بالطحال اضافة هو يعني فلتر البلاد اضافة يخلصنا من الارتروسايت التعبان المتحالكة شوفنا الاناتومي مالته هذا الجزء احنا نشوفون هنا اكو كابسول اكو ترابيكولا اللي هي امتداد من الكابسول الى داخل الكورتكس او داخل التجويف التحال هنا اكو فاسكولر سينوسويد هي مجموعة من الخلايا مجموعة من الاوعي دموية الشعرية سموه فاسكولر سينوسويد هنا التركيب ما تحتوي على الوايت بالب والريد بالب اوكي هذا الوايت بالب وهذا الريد بالب شوف هذا السيبلين هنا الكابسول هذا الريد بالب وهذا الوايت بالب تمام هذا يفصل الفصوص مات السيبلين هاي شوفوا الصورة الاوضحة بها بين الوايت بالب اللي هي والوايت بالب يتكون من عنده السيبلين الوايت بالب ريتش او تسابير از ريت كالر والوايت بالب ريتش او لينفوسايت وهو واحدة من انواع الوايت بي سي تمام ذلك يتكون عن شكل ابيض هنا طبعا تشوفونا السهلة مشكات من وايت بالب على هاي البنمسجيات ونحن هاي بالصبغة الوايت ياخد لون بنفسجي ونصبغنا السلايدي حتى يتظر تفاصيل لازم اكوبة صبغة نستخدمهم هاي بالصبغة طلعت الناوايت بالب لشوف الريد بالب مقا احمر ليش لين بها غني بالارب اسي اتمنى تكون استفاديتوا من هذا المختبر ان شاء الله وناخد ان شاء الله بالعملية بعض الاستعادات على هذا المختبر وراح نشوفوه ان شاء الله نشرحها بصورة اوضح من المختبر الحضوري شاكر استماعكم وشوفكم على خير ان شاء الله